أما بكرة وكما عودنا الأهلي دائما منافس على لقب الأفضل مش بس كنادي طبعا الأهلي مرشح للفوز بلقب الأفضل على مستوى قارة إفريقيا في حفل الجوائز اللي هيتم التوزيع بكرة واللي قرر بمناسبة الحدث ده مجلس إدارة النادي الأهلي إنه يترقص طبعا بعث نادي الأهلي اللي هتشارك في كازابلانكا في المغرب السيد طارق أنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي هو اللي يحضر حفل اتحاد الأفريقي لكرة القدم ممثلا عن النادي الأهلي وسافر النهاردة الصبح إنما ناله سلامة الوصول أعتقد أنه واصل بالسلامة والأهلي بينفس على أربع جوائز في الحفل بتاع بكرة طبعا لقب أفضل نادي على مستوى قارة إفريقيا الشناوي مرشح للقب أفضل حارس مرمى وبرسيتاو مرشح للقب أفضل لعب وهدف كهرباء في الهلال السوداني في القاهرة هنا مرشح لجائزة أفضل هدف كنت أتمنى الحقيقة وكنت شايف أنه منطقي جدا 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 بعد الإنجازات اللي حققها مارسل كولر أنه على الأقل يبقى واحد من المرشحين للقب أفضل مدير فني لكن يبدو أنه لكاف وجهة نظر تاني ترجمة نانسي قنقر